لقراءة وتفاصيل أوفى لما صدر عن البيت الأبيض الآن من العاصمة الأمريكية واشنطن زميل رامي جابر مراسل القيرة الإخبارية ينضم إلينا على الهواء مباشرة رامي حين توقف أمام تصريحات البيت الأبيض يقول أنه تم التوافق في جزء من التصريحات على الجانب الأكبر من اتفاق وقف إطلاق النار ثم يعود البيت الأبيض في تصريحاته أيضا ويقول أن مقتل المحتجزين جعل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة أكثر صعوبة البيت الأبيض متردد ما بين إيصال فكرة أن هناك اتفاق أو ليس هناك اتفاق لماذا هذا التردد أو هكذا أفهم أنه ليس على يقين من قرب الوصول إلى اتفاق مرحبا ياسر سأحاول شرح هذه القضية أو هذا التناقض أو هذا التردد من خلال الجدول الزمني الذي شهدناه لمراحل هذه المفاوضات الجولة الأخيرة من المفاوضات دخلها المفاوضون وبحسب المسؤولين الأمريكيين كان قد تم الاتفاق على معظم بنود وشروط الاتفاق ولم يبقى سوى التوافق على آليات التنفيذ هذا ما قاله المسؤولون الأمريكيون وقتها منذ أسبوع أو أسبوعين تقريبا عندما بدأت الجولات الأولى من المفاوضات سواء في القاهرة أو الدوحة ثم بعد ذلك وبعد حدوث بعض العراقيل من جانب حماس تارة ومن جانب نتنياهو تارة أخرى حماس تطالب بالترك المقترح الجديد والعودة إلى المقترح القديم الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن وافق عليه مجلس الأمن ثم نجد أن نتنياهو لديه اشتراطات بالبقاء في أماكن معينة والانسحاب فقط من أماكن محدودة وما إلى ذلك كل ذلك دفع الوسطاء بحسب الولايات المتحدة إلى التفكير في مقترح جديد أثناء تفكيرهم في هذا المقترح الجديد حدثت واقعة قتل الرهائن الستة المحتجزين في غزة وهنا تكون السوتاكيك متكمن الصعوبة في هذه اللحظة تحول الأمر من مجرد اتفاق في مراحله النهائية إلى اتفاق من الصعب الوصول إليه بسبب قتل الرهائن واليوم علقت كارين جامبيير المتحدثة باسم البيت الأبيض قائلة إن استمرار حماس وحسب تعبيرها في إعدام الرهائن سيؤدي ذلك إلى صعوبة في التوصل إلى اتفاق نفس الجملة كررها قبلها بساعات جون كيربي مسؤولة الصلاة الاستراتيجية عندما قال إن قتل الرهائن صعب من طريق المفاولات إذن كانت الأمور تجري بشكل جيد نوعا ما من وجهة النظر الأمريكية وصولا إلى المراحل النهائية للاتفاق والاتفاق على تفاصيل التنفيذ ومحاولات سد الفجوات ولكن قتل المحتجزين اعتبر ردة إلى الخلف وتصعيبا للوضع ووضع عرقيل أو وضع عرقيل إضافية أو المزيد من الصعوبات والعرقيل أمام طريق المفاولات لذلك استمعنا اليوم إلى هذين التصريحين الذين يبدوان متناقضين أو مختلفين ولكنهم يشرحان فقط الجدول الزمني للمفاولات وحتى تكتمل الصورة بهذين التصريحين رامي البيت الأبيض يتحدث عن أن المنصق الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط مازال يتواصل مع مصر مع قطر مع إسرائيل رغبة في دفع المفاوضات قدما هل لديك تفاصيل يعني حاول هذه النقطة تحديدا بريت ماجورك تحديدا يعمل على نقطتين رئيسيتين وهذا يعني ليس بحسب المسؤولين الأمريكيين الرسميين لأنهم متحفظون جدا على ذكر هذه التفاصيل خشية أن يعصف ذلك بالعملية التفاوضية بأكمل هذا دائما يكون رأي المسؤولين الأمريكيين الرسميين ولكن هناك تسريبات كثيرة تأتي من بعض المسؤولين دون تسمية أنفسهم أو دون ذكر أسمائهم لوسائل الإعلام الأمريكية مثل الذي جاء على موقع أكسيوس بالأمس عندما قال أحد المسؤولين الأمريكيين أن هناك عقبتين رئيسيتين أمام هذه المفاوضات الأولى تتعلق بإصرار إسرائيل عدم الانسحاب من نقاط بعينها أثناء عملية التفاوض أو خلال المرحلة الأولى من الاتفاق والنقطة الثانية هي الخاصة بأعداد السجناء الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل وفي المقابل أعداد المحتجزين الذين ستفرج عنهم حركة حماس ليس الأعداد فحسب ولكن الأسماء أيضا تحديد الأسماء أو بمعنى أصح من الذي سيفرج عنه هناك نقطة عالقة إسرائيل تطالب بأن يفرج عن بعض الرجال وبعض الجنود بينما ترفض حماس وتفضل الإفراج عن ذوي الحالات الصحية الحارجة والنساء في المقابل سنجد أن حماس طالبت إسرائيل بالإفراج عن بعض السجناء الفلسطينيين المحكوم عليهم بالإعدام وإسرائيل أيضا ترفض ذلك وتطلب هي أن تحدد أسماء الفلسطينيين المفرج عنهم الخلاف على القائمتين أيضا يعتبر من المعوقات أمام هذا الاتفاق أعتقد أن بريت ماجورك إذا كان يتحدث الآن سواء ويجري مفاوضات سواء مع إسرائيل أو مصر أو قطر فإنه بالتأكيد يتحدث في هتين النقطتين لأن هتين النقطتين هما آخر فجوتين في الاتفاق إذا تم سدهما سيتم التوصل إلى الرمي بالتوازي مع الحديث عن الجود الأمريكية لإتمام صفقة وقف إطلاق النار شاملة كان هناك حديث أيضا بالأمس بتوقيت الشرق الأوسط عن صفقة أحدية للرهائن الأمريكيين سريعا في لمحة سريعة لضيق الوقت تطلعنا على هذه التفاصيل نعم بالفعل تحدثت وسائل إعلام أمريكية كثيرة أن هناك طلبا تقدمت به عائلات المحتجزين الأمريكيون هنا في واشنطن تقدمت به للإدارة الأمريكية بعقد صفقة منفردة ما بين الولايات المتحدة وحماس لاستعادة المحتجزين الأمريكيين المتبقين وهم عددهم تقريبا خمسة فقط بعيدا عن بقية المحتجزين الإسرائيليين وأن إسرائيل لن تكون طرفا في هذه العملية هذا الموضوع في الحقيقة محاط بالكثير من الشكوك الإدارة الأمريكية أي نعم تدرس هذا الاقتراح ولكن في النهاية هذا الاقتراح قد يدخلها في متاهات فيما يتعلق بعلاقتها بإسرائيل كحليفة وإسرائيل ستعتبر هذه الخطوة بظل تعنت نتنياهو نوع من أنواع التخلي عنها في هذا الموقع من واشنطن العاصمة الأمريكية رامي جبر شكرا جزيلا رامي